احذر من الناصح الأمين وهو شيطان رجيم يأتيك بصورة ناصح الشيطان لا يأخذ الإنسان من الدار إلى النار يقول لك أم يخليك معنا ما كل الناس خير وبركة ويت 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 انتظر مين قالك كل الناس خير وبركة أبدا هناك من خير أن لا يكونوا بحياتك وهناك من بركة زايدة في حياتك أن لا يكونوا في حياتك وهناك أيضا من لا يلائم ولا يناسب حياتك وهناك من لا يعينك على حياتك فلا تقول لكل الناس خير وبركة وتعاونوا على البر والتقوى إذن من كان مناسب ملائم متناسق مع تفكيرك مع شخصيتك مع طموحك يعينك على الخير يعينك على البر والتقوى نعم هذا الخير والبركة أما تيجي تقول يا عمي كل الناس خير وبركة أبدا يريت لو كل الناس خير وبركة ولكن هناك جنة وهناك نار والعياذ بالله فأحباب الله لما بتسوي رجيم وبتتخلص من الشحم وبتحس به راحة وتنفسه ونشاطه وسجود واللي بدك ياه بحياتنا لازم يكون عندنا رجيم نتخلص من ما يسموا بالخير والبركة الزائفة منهم اسحبوك دائماً لورا وأنت تتسلق الجبال في شي شي اسمه كل الناس خير وبركة جعلكم الله خير وبركة أكثر من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شكراً للمشاهدة